أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان كنت بشاهد برنامج وكان مقابلة مع شخص مسلم متدين وذكر عبارتين العبارة الأولى قال فيها يا عباد المسيح ومرة تاني ذكر عباد الصليب أما بالنسبة لعباد الصليب يا صديقي نحن لا نعبد الصليب ولكننا نعبد الرب يسوع المسيح الحي المقام اللي هزم الموت والصليب وقام من بين الأموات وعطانا حياة لأنه وعد وهذا طبعا تعبير عن مصداقية المسيح أما كلمة يا عباد المسيح فنحن نعبد المسيح نعم لأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد ونحن لا نعتذر عن هذا الموضوع ولا نتردد في هذا الموضوع مع أنه للأسف في بعض الأوساط المسيحية ابتدأوا بالتراجع وابتدأوا بالتهاد والمسايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي لكن أغلب المسيحيين هي التي توجت المسيح ربا سيدا ملكا ومخلصا وهذا قرار مصيري قرار الحياة الأبدية هو كما قال توما بعد ما اختبر أشاف يسوع المسيح بعد القيام قائلا ربي وإلهي فنحن لا نتكلم كلام عشوائي أو كلام في الهواء فالكتاب المقدس يسير بتناغم وبإحكام شديد وبتسلسل ويظهر لنا خطة الفداء أنه في أحد الأيام سيأتي يسوع المسيح ويقدم الفداء الكامل نعم عزيزي نعم يا صديقي أريد أن أؤكد لك نحن نؤمن نعم بيسوع المسيح الله الظاهر في الجسد وعدة مرات نقرأ التعبير أنه ابن الله ابن الله فهمها اليهود المعاصرين ليسوع المسيح أي أنه معادل نفسه لله فنحن لا نحسب هذا الموضوع خلصة كأنه نحاول نتصر معلومة أو ندافع هكذا عبر الكتاب المقدس عن هوية يسوع المسيح فإذن يسوع المسيح هو ابن الله الحي هو الله الظاهر في الجسد كما يقول الكتاب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه اسمع ما يقول كتاب في نفس الإصحاح الإصحاح الأول من إنجيل يحنى الآية 14 والكلمة صار جسدا وحلا بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا إذا طبعا صعب عليك تفهم بعض الإصطلاحات المسيحية هذا ليس ذنبنا لأنه المشكلة أنه عم بيمنعوك تقرأ الكتاب المقدس وأنا أؤمن وكررت الموضوع عشرات المرات أنه أي شخص فعلا بيصله يقول يا رب أريد أن أعرف الحق وتبتد تقرأ في الكتاب المقدس أنا بحكي لك 150% رح تكون مؤمن بيسوع المسيح مش رح تقاوم هذه الشخصية العجيبة الشخصية الفذة الفريدة وطبعا يسوع طالبنا بالعبادة وكذا مرم يستعذر لعندما جاءوا ليسجدوا له مثل توم ربي وإلهي وآخرون كثيرون بالعكس هو قال أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي يعني طالب الناس أن يكونه موضوع الإيمان من هي الشخصية التي تستطيع أن تقول هذه الكلمات فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد هو موضوع الإيمان المسيحي هو موضوع السجود وموضوع العبادة قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط يعني في كل عصر في كل زمان في كل مكان ولو كان في مليون اجتماع هو حاضر في المليون اجتماع في كل أنحاء العالم فهو العالم بكل شيء هو القادر على كل شيء وهو الحاضر في كل زمان وفي كل مكان ثم الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع أنه هو الخالق وأنه هو الغافر الخطايا هو الذي يغفر الخطيئة مكتوب عنه هو الديان وهو أيضا مش بس العالم هو يدرك فكر قلبك وهذا مؤيد من ناحية كتابية يسوع نعم تجسد وصار ابن الإنسان وصار يجول يصنع خير يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب لقد فتح عيون العمي خلق عينين لواحد مولود أعمى لقد طهر البرص وأقام الموتى وشفى المرضى بل أخرج الشياطين الشياطين بسلطانه أي نبي أي شخصية أخرى تحت الشمس تستطيع أن تخرج الشياطين كان يقول بكلمة أخرج يعني أترك وهكذا كانت الشياطين تخضع لسلطان الرب يسوع المسيح أظهر سلطانه على الطبيعة هدأ العواصف مشي على الماء حول الماء إلى خمر وهكذا عنده قدرة خارقة وهذه القدرة مش كان يصلي ويطلب بلا جاشة ساعدني أنك تعمل هذه المعجزة كان شيء طبيعي شيء تلقائي حيث وجد يسوع المسيح وجدت أيضا المعجزة أحبائي لا يوجد أي طريق آخر يعني ممكن نتكلم عن أسماء المسيح وألقاب المسيح وطبيعة المسيح وهوية المسيح كلها بتعبر عن لهوته الكامل كل هذا الغرض حتى تؤمن أن يسوع فعلا جاء ليقدم لك الفداء فهذا موضوع طويل مثلا يوم الأربعة بنعمة الرب رح يكون البث المباشر عن المسيح غافر الخطايا وبتمنى أنك تشاهد هذه الحلقة لأنه رح نتكلم عنها بإسهاب دعني أنهي بهذه الآية مكتوب في يحنى الإصحاح العشرون وآية تلاتين وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح يعني هو المخلص ابن الله ولكي تكون لكم إن آمنتم حياة بإسمه فإذن أنا أؤمن نعم عزيزي أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو الله الظاهر بالجسد لأنه بحبنا جدا وعاوز يخلصنا مش عاوز نروح على جهنم ونفقد الحياة الأبدية مش هناك مكان فيه أي شخص ممكن يخلص ولا أي نبي ولا أي وسيلة ولا أي طريقة ولا بر ولا تقوى ولا أعمال لأنه من يستطيع أن يرضي الله شخص واحد الكامل أدبياً وأخلاقياً بلا خطيئة هو يسوع المسيح الذبح العظيم الأضحية اللي ضحب نفسه من أجلنا حتى أنت وأنا النال الحياة الأبدية قبل ما تنتقد وتقول يا عباد المسيح أعرف ليه إحنا من آمن في يسوع المسيح كرب وكمخلص بصلي من كل قلبي أنه اليوم يكون تغيير في حياتك وأحبائي إذا رب لمسك شارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هذا التأمل ربنا يكون معكم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً